طيفنا الغالي أطلع عائدا من بعد عام جئتنا أهلا وسهلا فيك يا شهر السلام عليكم متابعي قناة أبو آدم لا شك يعني في أن الكثير يعلم التورة الكبيرة التي حدثت في الدكاء الإصطناعي أصبح الآن يغزو جميع المواقع وجميع التخصصات مما يعني سهل الكثير من المهام في درس سابق قمنا بشرح الخريطة الذهنية والتي تعتبر أفضل وسيلة لتلخيص الموضوعات ولتدوين الملاحظات وتسجيل المواضيع وذكرنا في ذاك الفيديو الذي سأضع رابطه في صندوق الوصف وتجدناه في هذه الدائرة فوق ذكرنا الموقع الذي استعمله شخصيا في رسم الخرائط الذهنية اسمه ويمسيكل وهذه واجهته لاحظ هنا قاموا بإدخال الذكاء الإصطناعي حتى في الخرائط الذهنية على كل حال في هذا الموقع هي نسخة مجربة عندما تفتح الموقع تجد هذه الواجهة يعني بعد تسجيل دخول وفتح حساب خاص بك لم أود تطرق إلى كيفيتها لأن أود التركيز فقط على الذكاء الإصطناعي في هذا المجال لاحظ هنا تظهر لك هذه القائمة يمكنك فتح مساحة العمل خاصة بك هنا مثلا create new تضغط عليها هنا تقوم باختيار كيفية ظهور مساحة العمل خاصة بك نختار مثلا هذا الخيار board لاحظ هنا تظهر لك نخفي هذه تظهر لك هذه القائمة هنا نقوم بالضغط على هذا الخيار إذا أردتم أن أشرحه مفصلا فاذكروا ذلك في التعليقات لكن سنركز مثلا على هذا الأب لاحظ بالضغط عليه هنا يظهر لك الأب الأول للخريطة أو مركز الموضوع الذي تريد تلخيصه لاحظ هنا مثلا نكتب أنواع مثلا أنواع النمور لاحظ أنواع النمور يدعم يعني حتى البحث باللغة العربية هي نسخة تجريبية لاحظ هنا تظهر لك هذه القائمة هنا لاحظ لو تلاحظ هذه بالأصفر بيطة نسخة تجريبية هنا لو قمت بالبحث بنفسك ستتعب أنواع النمور ثم تقوم بالبحث وتفرع كل شيء على حدة هنا بضغطة زر يعطيك خريطة متكاملة ويمكنك أيضا التعديل عليها لأنها يعني قد تظهر يعني ليست سبب بالكفاءة المطلوبة قلنا هي نسخة تجريبية لاحظ هنا كم يعني فرع أخرج لي هنا يمكنه مثلا النمور السيبيري النمور الهيندي النمور الافريقي النمور المالاي هذه يعني تحتاج إلى بحث لكن الذكاء الاصطناعي يعني يختصر لك كل هذا لاحظ نقوم بالسحب مثلا هنا هكذا لاحظ هذه هي خريطتنا مثلا أريد أن أبحث يعني أريد فروعا لهذا النمور الافريقي نضغط هنا أيضا لاحظ يقوم بالبحث لاحظ كم فرعا أعطاني هنا قلنا هي ليست متكاملة يمكنك التعديل عليها هنا بالضغط مرتين مثلا وكتابة أي شيء لكن يختصر عليك لاحظ هنا مثلا النمور التبتي لا أعرف ما هو ولكن لاحظ نريد فروعا له لاحظ كم فرعا أعطاني هنا مثلا هذا النمور المالاي لاحظ أعطاني فروعا له أيضا مثلا النمور السيبيري لاحظ هنا أعطاني فروعا أيضا مثلا النمور الهيندي لاحظ لديك في دقائق يعني معدودة خارطة متكاملة لاحظ يمكنك التعديل عليها كيفما شئت يمكنك هنا مشاركة مثلا هذه النتيجة أو طباعتها أو لاحظ هنا يمكنك هذه الخيارات مثلا أريد تحميلها لاحظ هنا لاحظ قام بتحميلها على شكل صورة وهذه هي الخريطة الدهنية لمتلا أنواع النمور كان هذا الشرح مختصر لكيفية عمل الذكاء الاصطناعي على الخرائط الدهنية كما قلت سابقا إذا أردتم أن أشرحها بالتفصيل كيفية عمل هذا الموقع يمكنكم ذكر ذلك في التعليقات وكانت هذه هي نهاية شرح هذا الدرس ألقاكم في درس قادم ضيفنا الغالي أطلى عائدا من بعد عام جئتنا أهلا وسهلا فيك يا شهر ترجمة نانسي قنقر